يعني اليوم انت الدولة برئاسة دولة رئيس الوزراء داعم للرياضة ونشوفه اليوم منظلم على نادي النفط انا ابدي اقول بس كلمة وحدة السيد الوزير معا الوزير الشباب المحترم يعني اذا انت رئيس ناديش تقبل عين نفسك فريقك ببغداد يجي يلعب بالكوت وتجيب فريق من المحاوات يلعب بغداد هذا واحد اثنيا وين التنافس الشريف وين العدالة بالموضوع يعني اليوم انا شنو دنبي نادي النفط هسه يجي واحد يناقشك يقول لك العدوان ملعبكم هي كل الملاعب الموجودة ببغداد ما حد عنده ملعب بالعاكس انا عندي ملاعب مال تدريب على مستوى عالي وعندي مدينة رياضية بالقريب العاجل ان شاء الله حيصير البناء بس انتهى هذا القرار انا لحد الان صدقني سيد محمد صالي سبوع كامل منايم احنا صح جايين مع عسكة تدريبي بس احنا كنا مستائين من هذا القرار قرار انا اقول ظالم قرار يعني ما يصل بالرياضة باي شي يعني انا انا داعش وياك يعني ويعني بكل قلبي وحساسي ومشاعري كلها ما اعرفون انا سولف وياك نعم دكتور السنة الماضية نادي القوة الجوية اختارها ملعب واسط ايضا القوة الجوية كان مخيرا باختيار هذا الملعب ام كان مجبرا لا لا كان مجبرا يعني راح ممكن لعب تنم ثلاثة ورجع لبغداد يعني انت هذا القرار سيد محمد احنا الناس خنيحش من ناحية الفنية انا شا اقول للمدرب حتى اليوم المدرب واللاعبين يعني انا ابقى طول الدوري انا خاج المحافظة طول الدوري يعني لعبة ملعبة خاج ملعبة كل انا خاج المحافظة شون تقبلها انت شون يعني من ناحية التنافس من ناحية العدالة احنا دائما نقول دائما معالي وزير الشباب الاتحاد دولة رئيس الوزراء هو رائع للكل يعني خلي موجودة العدالة لكل الاندية انا اقول هاي اليوم الثورة العظيمة اللي اطلقها دولة رئيس الوزراء المحترم داعم للرياضة بشكل كبير انا من هذا المكان انا اجده تقبل هذا الظلم على نادي النفط يعني انا اقول شكرا لرئيس الاتحاد المحترم كابتن عدنان درجال طالع كتاب هم وزير الشباب رادوا وجهت نظر الاتحاد اتحادتهم وجهت نظر قالهم نادي النفط ونادي الطلبة على نادي على ملعب المدينة لان هم اندي من بغداد والشرطة والجوية على ملعب الشعب هذا رئي كان رئي الاتحاد لان هم وزير الشباب طلبوا كل هذا خلوه عرض الحائط ويطول ملعب انا مع التقديري واحترام النادي ديالي لا انا بس ادعتي على العدالة انا فريق ببغداد ليش يطلعني خارجي لغادة زين اكو مقترحات اكتر من هذا خلونا نتوزع على الملعب مع البغداد يعني يوم بالزوراء يوم بالشعب يوم بالمدينة بس هذا الظلم ما يسر علينا هذا الظلم يعني انا من هذا المكان اناشط كل الناس المعنين بالرياضة اي واحد منصب بالرياضة يقول لي هذا القرار الصحيح لو لا طيب يعني رفضكم لعدم اللعب في ملعب واسط لاسباب مالية لاسباب فنية لاسباب ادارية كابتن مشتاق استاذ محمد لا تقول لي اسباب مادية عوفوا السبب المادية انا احكي على التنافس الشريف والعدالة يعني انا كل اللعبات لعب خاجم خاجم محافظة يعني هذا السفر ميد لللاعبين ميد للمدرب شوقت شون هاي وين صايره يا نادي من النوادي اللعب خاجم حافظته لموسم كامل لموسم كامل اكو مرات يعني صيد ظروف تلعب لعبتين ثلاثة وترجع بس مو موسم كامل يعني من ناحية المادية من ناحية الادارية من ناحية الجهد من ناحية الفنية من كل النواحي طيب الان انتو اختاريتوا ملعب المدينة ووزارة الشباب وافقت وبعدين اتفاجأتوا انه تم اعطاء ملعب المدينة لنادي ديالة لو شنو اللي صار يا ريت تحدثني والاستاذ المشاهدين بالتفاصيل دكتور استاذ محمد احنا كل سنة كل سنة احنا العام العام احتيك على الموسم السابق مون يعني هذا الدوري خلاص قبله احنا قدمنا كتاب ملعب الشعب طوني اول فريق يحصل موافقة من وزارة الشباب نادي النفط الرياضي وعندي لوراق وعندي كل مسنالات حتى سيد الوزير احنا مع اسكر رحنا ببقته تركيا اتصلوا عليها قالوا لا الملعب ما لكم مو ملعب الشعب اختاروا غير الملعب يابا متوقع السيد الوزير الوزير التصليت علي مع الوزير المحترم سيد احمد قال لي يابا ان شاء الله عاوضكم موسم القادم حتى انا هالسنة حصيت موافقة من عنده مع المحترم مدير عام العلاقات حساب حسن همقع لي على الكتاب والامور ملعب المدينة اتفاجئنا انا ما ايضا احتي يعني مراتك وحتي يعني ما يقدر نحتي بالاعلام يعني المحسوبيات عفوها العلاقات خلنت نعاف خلنت نحكي بموضوع العدالة انت اليوم انت اليوم ما طور يعني انا اقول معالي وزير رائع لكل الاندية وقعد للرياضة كل هالرياضة لازم تكون عادل مع جميع الاندية احنا العلاقات وهذا نعوفه يعني بس سيد واحد هسا بالرياضة انت واحد من الناس السادة محمد يعني هذا هذا المنطق يقول اليوم نادي نفط نادي بغدادي اروح لعب بالكوت ونادي من المحافظات يجعب لعب بغداد شون المنطق وين العدالة وين التنافس